جواً وبراً لا تكاد مارب تصحو من تهديد حتى تغفو على آخر فبعد يوم واحد من الهجوم الجوي الذي استهدف معسكراً للجيش تعرض موقع عسكري تابع للمنطقة الثالثة لهجوم مماثل فوفق مصادر عسكرية هرعت سيارات الإسعاف بعد هجوم صاروخي استهدف المنطقة العسكرية الثالثة وأدى إلى إصابة سبعة جنود وقد اطلقت المضادات الأرضية بشكل مكثف في سماء مدينة مارب ضد طائرة مسيرة حلقت بعد الهجوم الصاروخي كانت وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية قد اتهمت ميليشيا الحوثي بلوقوف خلف الجريمة التي حدثت في معسكر الاستقبال الذي يضم جنوداً من اللواء الرابع حماية رئاسية وتسببت باستشهاد مائة وستة عشر جندياً وإصابة سبعين آخرين وقد وصفت الحكومة قصف المعسكر بأنه جريمة حرب كاملة الأركان وبالتوازي مع الاعتداءات التي تطال مدينة مارب جوان تحاول ميليشيا الحوثي إحداث اختراقات عسكرية على البر حيث دارت معارك عنيفة بالقرب من مديرية مكزر بعد وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين وبحسب مصادر محلية فإن حركة السير توقفت بين الجوف ومارب نتيجة محاولة الحوثي السيطرة على الطريق الرابطي بين المحافظتين وفق مراقبين فإن مارب تتعرض في توقيت واحد لاعتداءات جوية وبرية في الوقت الذي تفرض فيه السعودية خطاً أحمر على تحرير المناطق المحيطة بالمحافظة رغم امتلاكها ألوية عسكرية جاهزة ولم تضى حتى الآن صواريخ باترويت بديلة لصواريخ الإمارات التي سحبت في يوليو من العام الماضي وهو ما يطرح تخوفاً من أن تكون مأرب هدفاً ثالثاً للفوضى المنظمة بعد صنعاء وعداً رغم تقديمها نموذجاً مختلفاً ومغايراً عن بقية المحافظات المحررة ترجمة نانسي قنقر